وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل الموافق 19 آيار لمناقشة جداول الموازنة الاتحادية لعام 2024 إذن وبعد طول انتظار لإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2024 والتي يترقب البرلمان وصولها من الحكومة والذي مدد مجلس النواب الفصل التشريعي بحسب برلمانيين لمدة شهر واحد لتمريرها ويواجه العراق تحديات كبيرة في ظل تأخر إقرار بوازنة الدولة الاتحادية لهذا العام والبالغ نحو 228 تريليون دينار على الرغم من انقضاء خمسة أشهر من هذا العام وانعكس هذا التأخير على تعطيل المشاريع الخدمية والبنية التحتية البالغة حوالي 1300 مشروع تمت إضافتهما إلى جداول الموازنة وبنودها مسؤولون العراقيون أكدوا أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصيصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية فيما كشفت مصادر سياسية عن أن التصويت على بنود الموازنة سيتم في مجلس الوزراء قريبا ليتم إرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها وعرضها على التصويت التشريعي بصورة نهائية كما أشاروا إلى أن عددا من الملفات المدرجة نوقشت على جدول الأعمال ومنها مناقشة آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كردستان داخل جداول الموازنة ولسيما فيما يخص تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية وإرادات حكومة الإقليم وآلية تسليمها إلى الحكومة الاتحادية حسب ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية وقانون الموازنة العامة للدولة كما تم نقاش تعظيم الإرادات للتقليل من نسبة العجز الوارد في الموازنة العامة من خلال إيجاد نصوص قانونية لإدخال مبيعات الكهرباء ومبيعات النفط المحلية كإرادات في جداول الموازنة ترجمة نانسي قنقر